وصل صوتك وفي أعلان جبهة الإنقاذ والتقدم سؤالي عام الإنقاذ من شنو؟ الإنقاذ من الخطر الكبير اللي هو انخرام التوازن في المشهد السياسي واللي هدد الانتقال الديمقراطي لأنه إذا كان ثم مكسب من عام 11 إلى اليوم أنه في انتخابات 2014 وقع التوازن وخلقنا شروط الموضوعية للتداول السلمي على السلطة اليوم الشروط هذه ما عادش متوفرة إرجاع وإحداث قطب وسطي حداثي ديمقراطي بشي رجع يعوض اللي قامت بيه حركة إداة تونس هذا الانقاذ الجانب الكبير والهام في انقاذ لأنه الديمقراطية ما تعيشش بهيمنة قطب دون قطب آخر مثل مجتوازن هذي الجانب الأول الانقاذ الثاني هو الانقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي نعتبره اليوم وأنه اللي جيت من أجل الثورة متاع التنمية التشغيل التفاوت الجهوي وكل ما ما وقعش الاستجابة ليه بل بالعكس ومشينا في اختيارات ربما ليبرالية معناها متوحشة نجم وقوله ما تتمشيش مع بلاد خارجة وحق الثورة وين ليبرالية متوحشة سريدة في الواضح فيه أنه دفع الاستثمار الخاص عدم الاستجابة دفع الاستثمار الخاص الخاص أكثر من لازم حتى في القطاعات العمومية الخوصة التفويت في القطاع العام اللي هي حلول امتاع مجتمع ليبرالي ما تتمشيش مع المرحلة اللي أحلى فيها وين هذا سريدة وين هذا هذا وين واضح هذا في مشروع الحكومة اللي أعلن عليه وصارت عليه خلافات مع اتحاد العام التونسي للشغل ومسألة خوصصة البنوك خوصصة المؤسسة العمومية التفويت هذين تعاعدوا من عاد حبيب الصيدرة مع الفمي لا حبيب الصيدر الوثيقة نجدوها توقعت في مي 2016 مسألة مسألة هذه كلاما السالريال الماس سالريال وإصلاح البنوك العمومية ورسم لتها وكذا وتفويت في عدد من الموظفين ولا التسريح الموظفين وكذا اللي وقع على الاتفاق عليه مسألة السالريال مسألة مسألة التفويت في البنوك لم يقع الاتفاق عليها هذه قرارات جيت مع حكومة سيوسف الشهد تعتبرها لهيه هذه وحتى كان جيت في حكومة الحبيب الصيد اليوم التونس محتاجة إلى توجهات اقتصادية واجتماعية وانا مشكلتي معكم سيري ذا بالحاجة له مواقفكم تتغير وينما تغير انتم المواقع متاعكم معناها الموقف مش موقف ثبت الموقف يتغير حسب الموقع حسب التموقع هذه المشكلة اليوم في السياسة في تونس وفي الخطاب السياسي الحزبي اليوم في تونس موقفنا هو هو احنا في حركة دا تونس من اللي اسسنا في ستاش جوعة الفين واثناش واللي نعتبره تاريخ البارح كما ستاش جوعة هو تاريخ هام في خلق قطب لأحداث التوازن في المشهد السياسي ناقص كان البيجي قايد السبسي وكاوم يعني مش حاجة كبيرة يجي غيره أدى المهمة في فترة معينة الأحداث هي لتخلق الزعماء من يقوم مقام البيجي فيها جبهة الانقاضية الحركية ستخلق شخصية الشخصية شخصية تجيب الحركية لأنه سي البيجي قايد السبسي عام أثناش الحركية والفريق اللي معاه والأحداث وتفاعل الفريق اللي معاه مع الأحداث ومواجهة المعارك وقتها هي اللي خلقت الزعامة طبعا عنده عنده صفات متاع زعامة لكن لو لا الأحداث وتعامل الفريق متاعه مع الأحداث ما يكونش الدور اللي يقوم به كذلك اليوم كيت خلقت جبهة الانقاض والتقدم وفيها معناها فيها برشة قيادات وفيها تجاوب لأنها جيت نتيجة تم طلب اليوم الناس تحب الأحزاب تتجمع معالش حاجتها بزعيم واحد حاجتها بقيادات حاجتها بأحزاب تتجمع بأحزاب تدفع على مشروع مجتمعي ربما ما تستحقش لزعيم تحب الفترة الجاية قيادة مشتركة قيادة جماعية وإذا كان برز زعيم والمرحلة اقتضت أنه ياخو قيادة القطب هذي فهذاك الواقع هو اللي سيفرز ممتوب عندكم تصور سياسي للأشياء عندكم رؤية شكون مشي قودها هذي هل مزوز أشخاص شخص واحد وإذا كان شخص واحد شكون وإذا كان مزوز أشخاص شكون هم هذا تعجي احنا مشينا في المرحلة الأولى وهي التأسيس ونجحنا فيها البارح كورا بيسير ذا بالحاش إنجحنا هذا معناها باعتراف اليوم أنا في الشارع ونقابل الناس ونحكي مع الناس ثم الحدث وقع الهيك لا توجي واضح جبهة الإنقاذ واتقد وبش نكون لهنا مباشر إلى أقصى حد ومتغشش مني حتى اللي بش نسميه ماذا بيه متغشش لا 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 بشكون واضحين معناها هل إنقاذ تونس إنقاذ تونس اليوم ممكن ينقذنا مثلا محمود البارودي مثلا علش لا يساهم يساهم هو في فريق أو سليم الرياحي مثلا طبعا علش ما يساهمش كل واحد عنده أخطاء وعنده إيجابيات وعنده مساهمته سليم الرياحي ينجم يكون عنده دور لا لحكي على الإنقاذ راو الهني راو لحكي على كلمة كبيرة كلمة طبعا إنقاذ في فريق هو اليوم جبها فيها عشرة أحزاب وفيها وفيها قيادات من حقه كما محمود البارودي كما عبد العزيز المزوغي كما غيره غيره من القيادات معناها إنقاذ فيها البداية في 2012 وجه جبهة الإنقاذ في 2013 فيها الباجي قايد سبسي فيها حمل همامي فيها سمير الطيب فيها نجيب شابي فيها تذكر فيها ما يجريبي تذكر شكون كان فيها سليدا تذكر مليح شكون كان فيها معناها اليوم لا ما يجريبي نجيب ما كانوش في جبث ومشيوا بعد خارج وصار تلك الخلافات وكذا ولكن الحراكة اللي صار هم كانوا موجودين فيه واليوم حراك زادا حراكت ثم ناس بيشتلت حق ثم ناس اللي مشاركتش عام 14 اليوم موجودة في جبهة الإنقاذ ومن حق كل سياسي بيش يختار التوجه اللي يحب وينجم يساهم في الإنقاذ كما غيره الإنقاذ هذا تحكيه على 2019 ولا تحكيه على 2017 ثم من توى احنا قلنا توى ثم انخرام في المشهد السياسي ثم تغول لحركة النهضة في الحكومة وفي المشهد السياسي هذا مش ممكن يتواصل لابد من خلق التوازن يبدأ من الانتخابات البلدية ويتواصل ان شاء الله حتى الانتخابات 2019 ماذا يقتضي هذا تغير على مستوى التوازنات في البرلمان النتائج متاعه شنو؟ النتائج متاعه في البرلمان طبعا احنا بدينا نشوف التغير هذا يرينا النقاش والميزان القوى في في منحة ثيقة لوزيرين في منحة ثيقة بدأ لكن القانون السياسي اللي اللي بيّن المشهد السياسي واللي ظهر اللي حركة النهضة قوتها في البرلمان وجزء من حركة نداء تونس يتبع فيها في البرلمان وجزء لا والمعارضة كانت ما هو القانون متاع المجلس الاعلى القضاء ليهو بامتياز قانون قانون حركة النهضة نعتبره واللي استطاعت بشتوره باي واضح سير ذا بالحاج اما اليوم التغيير معناه اليوم كنشوفه مش نقاو جزء من نداء تونس من نواب نداء تونس جزء ونواب المشروع ونواب مستقلين ونواب الاتحاد الوطني الحر مش غير واضح مش غير نوعا ما في التموقع متاع الكوتالة البرلمانية والوزن متاع الكوتالة البرلمانية بداية من اليوم معناه اذا كان هذا امر واقع مش يولي سياسية في البلاد شو مش يكون تأثيره على مثلا الحكومة خانحب نفهم اليوم هو مسألة الحكومة مهيش متروحة الحكومة اليوم راوها بدون سند حتى النداء يظهر مساند الحكومة لكن في الواقع ما 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 مسألة مسألة التوازن في المجهد السياسي مسألة القوانين اللي ممكن تهدد الانتقال الديمقراطي كما مسألة كما قلت لك القانون المجلس الاعلى القضاء هذه المحاور متاع السراع السياسي الحكومة احنا نتمنى انها تنجح بيش توصل لمعناها الاستحقاقات الانتخابية ولانه ماهيش مهمة ساهلة راه تنظيم الانتخابات البلدية وبش يكون امتحان كبير للحكومة ماهيش انتخابات تشريعية وماهيش رئاسية ويبدو انه توى المثماش الاستعداد والجاهزية اللازمة للانتخابات البلدية دايور حتى مسألة التاريخ والاستعداد فيه نقاش واعتقد انه معناها ثم مخاطر كبيرة بيش ما تكونش ثم جاهزية لتنظيم انتخابات شفافة ونزيها هذي المعارك اللي بيش تخوذها جبهة الانقاض جبهة الانقاض تتموقع سياسيا معارضا او خصما لحركة النهضة والاسلام السياسي ونفس القائمين اليوم والقادة في الصفوف الاولى كانوا يدعون امس الى التعايش مع حركة النهضة سيم الرياحي مثلا قيادات اخرى البيجي قايد سبسي ورشل غنوشي في باريس وقول على هذا سيادة كنت من المهندسين للتعايش مع حركة النهضة انتم ما تسميوه وهو تحالف لا نقاش فيه انتم ما تسميوه التعايش محسن مرزوق كذلك رغم انكم وعدتوا الناس انوا لا تحالف مع حركة النهضة في 2014 وفي 2013 واليوم جيتوا الواقع فرض عليك قلتوا فرضوا علينا وهذا تلك الانتاج للانتخابات وكذا هل انو اللوبانة هذه مازال يصدقها النخبين يصدقوها لانو اهو الفرق محسن مرزوق وريضاب الحاش في نداء تونس موقف من حركة النهضة والمشاركة الرمزية بعد الانتخابات ماهيش المشاركة متاع النهضة اليوم احنا كنجحنا في الانتخابات عملنا محاولات لتكوين حكومة ديمقراطية ما تكونش فيها النهضة ما وصلناش اتفقنا انو يقع تشريك رمزي لحركة النهضة في الحكومة والتعايش هذيما لليوم ما نقول ونقول احنا ما ناشي اعداء هما بش نقصيوهم لكن لكن اليوم انتلاقا من حكومة الوحدة الوطنية ورد التالي اصبحت ما عادش تعايش تم هيمن امتاع حركة النهضة على الحكومة حتى وزارة ليدا تونس اكثر من وزارة النهضرة اكثر اكثر باللسل اضف الى ذلك سامير الطيب واياد الدهماني ومهدي بن ضربية اعمل المقارنة المقارنة ووزير التنمية في الحكومات الاولى وزير وكاتب دولة اليوم نشوفه ونشوفه الدووين ونشوفه المعتمدين لانه معا حكومة حبيب السيد وهذا معناها تاريخ يثبتها انه كانت تطبيق مبدأ الرمزية حتى في تعيين المعتمدين اليوم اصبحت تطبيق مبدأ النسبية حسب نتائج الانتخابات ثم فرق معناك تقول محسن مرزوخ ولا رضا بالحاج قالوا نتعايشوا وي قلنا نتعايشوا لكن وقتها كانت مشاركة رمزية لحركة النهضة اليوم تغيرت الامور نشوفه اليوم انه التدخل النهضة حتى في مسألة النزاع الداخلي في النداء ومساندتها لشق على حساب اخر بش يكون تابع لها اليوم في مجلس النواب معناها عدد من النواب تقريبا ولا ويمشيوا باوامر النهضة في التصويت مهيش وضعية الاولى متاع العام الأول العام الأول كان تعايش صحيح لكن كان ثم تمايز وثم معناها خلافات وثم تطبيق مبدأ وثم فرق بين النداء وبين حركة النهضة اليوم ما عادش تمى بين حركة النهضة والمجموعة لليوم مهيمنا على تمثيلية الحزب نقول غزار عياد عضو الهيئة السياسية لنيداء تونس وهو من الوافدين الجدد على نيداء تونس قال نستنكر حشر وعقحام نيداء تونس في هذا التحالف والحال أن هناك قضية جارية في مسألة من يمثل نيداء تونس واعتبرت مغالطة للرأي العام سي رضا الموضوع هذا سبق أن تعرضنا له مثال ثم نزاع عمتاع شرعية قانونية في حركة نيداء تونس من غير ما ندخل في المسائل التقنية لكن اليوم ثم قضية أحنا قايمين بها على أساس أنه أنه أحنا معناها مازال ما تمش الفصل فيه مازال ما تمش مازال ما تمش الفصل يبقى النزاع ما تروح من حقنا باش نأولوا القانون كما نحق ثم موقعين على بيان باسم نيداء تونس عادنا الصفة نهارة اللي اللي يجي حكم هما كانوا ينجموا بعناها بالقانون يعمل قضية استعجلية ينجم يعمل أشي حب وإذا كان جاءنا قرار قال راه ما تستعملوش الواحد وكل إن هذي مسائل قضائية كما أحنا شاكين به وشاكين به في انتحال صفة في الجزائي سريدة هذي قضايا جارية هذي قضايا المواطن التونسي أش مدخلوا في هذا الناخب متاعكم لا يعرف يعرف عليش مدخلينوا في لعبة متاع غدوة يحكم القضاء سيد يحكم وقت رأوا نيداء تونس ما عادش موجود في الجبهة في جبهة الانقاء نكونوا وقتها نيداء تونس حاجة أخرى نيداء تونس الجديد مثلا نجم بك تعرف قانون حزاب تزيد كل ما كاو تحيلوا على القانون متحيلوش هذي المشهد اليوم اليوم المواطن المواطن في الشارع يعرف نيداء تونس متاع حافظ قيد السبسي اللي التوجه هات ويعرف الهيئة التسييرية هذي الفرز اللي وقعها في المجتمع اليوم الناس المواطن العادي حتى في المرشي يعرف وهذي وهذي حاجة إيجابية بش يعرف شكون يمثل المشروع الأصلي متاع نيداء تونس وشكون اليوم اللي قاعد معناها ماشي في اتجاه متاع متاع غنيمة متاع مصالح خاصة متاع لوبيات متاع المواطن منحقه بش يعرف جزئيات الحياة السياسية سيدي بالحاج وقت المواطن يشوف مواجهات بين أنصار حزبين سياسيين اللي هما نحكي على المشروع والاتحاد الوطني الحر صارت هذي في القروة كان عشكا نقيتها في آخر خبر ولا يشوفت العنوان لكن يجب نتأكده منها معناها هذي يتواصل يجب نتأكده منها أنا البارح عشت لحظات أنه مناظلية الاتحاد الوطني الحر والمشروع والندات معناها الشباب والنساء تقابلوا عندهم عام متاع المشروع ومتاع النداء ما تقابلوش والبارح معناها يوم تاريخي أنه الشباب اللي ناظل في الحملة الانتخابية متاع التشريعية والرئاسية يتقابل البارح ونظموا الاجتماع مع بعضهم وثم خطوة كبيرة نحو التمشي التوحيدي ومع المشروع ومع الاتحاد الوطني البارح خرجت بيانة تأسيسي لجبهة الانقاذ وقلت جبهة الانقاذ والتقدم قررت الدخول في الاستحققات الانتخابية المحلية القادمة باستراتيجية موحدة وشاكلة مرزوك كذا وكذا في نفس الوقت سيمو حسن مرزوك مرزوك اتخذ قراره واكتب البارح بشا دخل الانتخابية البلدية قال التي سنخوذها بقوائمنا الحزبية المستقل دي سيمو حسن مرزوك شنو قاعد اي شنو معنها اي انا نسرك شنو معنها يا سيد دام الاستراتيجية البوحدة الساعة بوما انا مش فتوش استاتيوم تاعه لكن الاتفاق انه استراتيجية وهذا موضوع خلاف قعد مدة ان نقشوا فيه واتفقنا في الاخر على استراتيجية موحدة وانا مقتنع بانه لابد من اتباع الاستراتيجية اللي هي تشمل لا لا مسادقك مسادقك لك ما شفتوه شامع نعرف اللي مسادقك الاستراتيجية موحدة شنو ابو بكر لانه انتخابات البلدية فيها فيها دي كونترانت انه يلزمك تكون جوريتير في المجلس البلدي ولا المجلس الجيهوي بيش تنجم تكون فاعل بيش تحقق الاغلبية من طرف القطب الديمقراطي تنجم تدخل بطريقة مستقلة وتنجم باسم حزب واحد اذا كانوا في المنطقة هذي كمهيمن بيش تاخدوا اكثر ما يمكن من المقاعد ولكن الاكثر تكون كل واحد باسمه ولكن يقع التنسيق بيش تكون عندك الاغلبية في بعض مناطق يبدأ مهيمن فيها حزب واحد ندخل باسمه الناس الكل نجم هذك عليش قلنا استراتيجية موحدة وعملنا لجنة فنية بيش تضبط معناها السيخ في كل معناها في كل سيركونسكريبشان هذي في كل دائرة بلدي انتوا بيش بيش تدخل عنا قوائمنا احنا قوائم نيداء تونس الى ان يبط القضاء وقتها ناخده قرار نزيده كلمة نقصه كلمة وللبد شو علي عنا زوز نيداء تونس معناها في كل الحالات يو علي عنا ينتهم نزيدوا كلمة يحافظ قائد السمسي واجماعاته ونزيدوا كلمة حاجة اتهم احنا اذا القضاء قالنا راهوا ما عندكم شي الحق باش نشوفوا كيفاش نلقاه حل القانون يتماشى مع قانون الاحزاب ومع ويتماشى مع الصورة اللي قدمناها تيلة عام واحنا نلقاوموا في نداء نداء هذا القاوموا في الافعال اللي انتم صنعته مصنعه تصنعه وحده تونس يهرب من قطرة يجي تحت الميزاب والله هذا الاحساس معناه يهرب من قطرة يهرب من حافظ قائد السمسي من غادي وجمعته كذلك يجي يلقى جميع آخرين ما يبعدوش برشة على الوضعية هذيك و والله معناه ما تتفهمش معناه الخيارات ما تتفهمش والله لا تتفهم بو بكر هذه الحياة السياسية الديمقراطية ما زلنا اجدد في العمل ثم خلافات ثم نزاعات ثم خطاب سياسي هذه هي الديمقراطية في البلدان لكل انقسامات في أي بلاد تلقى حزب يتحل ويتخلق واحد آخر وخلاف يخرج هذا يدخل هذه هذه عندنا خصوصيات في تونس لأنه الوضع الاقتصادي والاجتماعي قعد معناه متدهور وما حققناش الاهداف في متاع الثورة هذيك اللي مقلق الحياة السياسية والكل لكن في معدى ذلك التطورات السياسية عادية وتقع في كل البلدان هذي في صراع بين محسن مرزوق وسليم الرياح حول الرئاسي هذي أول انشقاق معنى أول معركة كبرى بش تصير في جبهة الانقاذ هب نهنيك والله لا يتخالف لا هذي كتون فضوها ديمقراطيا واللي معمل على الانشقاق كيف تعمل النداء وانا عايش توا الظروف لتأسس فيها النداء ونقول لك راه الجبهة الانقاذ بش تنجح وبش تعوض الانداء اللي ماكملش النداء في شكل وكان ربحت الانتخابات مش نعيش وانا دور الناس الظروف النداء لا لا معنش عاد العوائق اللي ما تنبه هنا هايش من الأول صحيح عملنا أخطاء ما عندكم مش بعض نظر لا عدنا بعض نظر حقيقنا نتائج منعنا الشعب التونسي من القطب الوحيد قد حقيقنا نتائج كبيرة توا زاد منعها الباجي قيد سبسي سري لا لا مش وحده لو كان مش الفريق تصوير صورة الصورة توا يتخلق صورة أخرى ما تخافش راه والسياسة كي الطبيعة تخلق انتي تخلق الوعاء والقاعدة والرمز يجي هاني نشوف أنا اليوم في سبر الأراء الكل شنو يقولوا معنى ها واضحين قاعدين يخلقوا في أسماء جديدة لكن حتى سبر الأراء اهو تخلق التوا برشة سبر أراء وما عادش واحد بركة وقاعدها به هاني نشوف هاني نشوف هاني نشوف نقرب كلها تعطي في نفس النتائج لا لا ثم أول جبهة قاعدة تاخو في بكان ثم يندماند في المواطنين يحبوا تجميع الحزاب بغض النظر على نتائجهل أنا يسيدين نعتبرهم الكل كيف لكن سبر الأراء فيه فكرة أساسية أنه نسبة لزن دي سي كي عتيتهم جبهة نقصوا كانوا 37% ولاوا 20% هذا يا المساج مع وجود 58% من التوانس ما يروا حتى حزبي مثله تنقصوا كيف يشوفوا ما يروا حتى حزبي مثله كيف يشوفوا الناس تجمعت مع بعضها ومقدمين بديل ومقدمين برنامج ويتجاوزوا الأخطاء متاع الماضي وكل توا بشوية بشوية تنقص عليش ما حاولتش ترجع وتصلح مع حزبك لا أنا في حزبي راه لكن المجموعة اللي حاول حافظ قائد السبسي ما عادش حاولنا معاها وتسببت لنا في مقاسي كبيرة ما عادش ممكن لأنه ما عندوش نية لتسيير الديمقراطي وتسيير الجماعي ومشكله المصالح الخاصة والسلطة هذين الأخطاء ما عادش نعودوها تو أنت اللي صنعته صنعته شانا أنت صنعته سريل لا 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 مسحيح نعته أنت وزماعتك ما صنعته شانا ببكر اليوم أنت المفروض عليك أنك تصلح الحزب قلت هلك لا لا أنا 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 نصلح الحياة البلاد عند حاجتها بتوازن نعملوا بالنداء قاعد الناظر اللي بش التوازن اللي عملناه بالنداء نعملوه حتى بحاجة أخرى أما النداء بشكله الحالي بتبعيته للعائلة وتبعيته وكذا هذين يوم جاوا في دين جد أثراه الحزب وفي دين ما عندهم ما يثريه هني قل لك مرهن بسيس على بريد الباجي على محامين هنا نشوفه هنا نشوفه هنا نشوفه في الأثراه في الاجتماعات النداء بدون المثقفين بدون الطبق الوسطى بدون الفنانين مع موش نداء النداء بالأجراء وكل ما عنده وين يوصل اسمعناها بالأجراء بالأجراء اللي جاوا جد جاوا يخدموا بأجر فيهم وفيهم اللي جاي باش ما عنده قضايا في المحاكم كل واحد شنو اللي عنده شكوني جاوا يخدم بأجر قلتها قبل دخليش دي جاوا أعطيتك برشة شكوني جاوا يخدم بأجر نعرف مثلا برهن برهن هاوكا موجودة في الجرائد حل جريدة أسبوعية اليوم تلقى الخبر قدش يتقاضى ما ريتوش الخبر نسمي لك جريدة لا لا ما تسميلي جريدة قدش يتقاضى في الشهر قريتها اليوم في جريدة أسبوعية تخرج لها للثير بلاغني أنه يخلص 10 ملايين هذا اللي قريته قلنا نريك نفس الخبر معنا نفس الباستر طعا شكوني نخلص فيه نفس كيف كيف قريت كيف معنا قرينا نفس الخبر سلم اللوم هذا اللي قريته اي في نفس الخبر نحكي مزوزنا نفس الخبر اي وبرشا كيف وهكا في احنا بش نعطيك حاجة أبو بكر كيف اسسنا حركة نداية تونس مع الرئيس تفهمنا اللي يحب يخدم بدون أجر حتى مع الهلمان وكان فهم موظفين يخلصوا لا خلينا مني جاي سيدا شادد الكونتابيليتية وشادد هذاك خبزت وجاي من الشركة بش تنتدب ويعمل كونتابيليتية زوز ولا واحد هذاك هو اما السياسيين من اللي تأسس النداء حتى توا هذا يأول انتداب بمقابل فهمتني عمرنا مواحد اخذاء أجر مش خير ياخذ أجر فوق الطاولة خير من تحت الطاولة انا ما قلت لك شخير ولا مش خير اما ظاه رجل قلت لك بالأجور ما تنجمش ترجع النداء متاع المثقفين متاع التطبق الوسط متاع المواطن اللي في الشارع متاع بش تعمل حزب متاع سلطة متاع متاع مجموعة صغيرة لأكثر ولا أقل وتتشوف النداء قوته في ثراء بالروافد بالناس اللي جاي معناها سبونتاني وجاي تناظل والمثقفين بدون مثقفين رأوا مثلا ما تراش ما تراش رذا بالحاج وبكل وضوح أنه المرحلة اللي فاتت اللي السنيدة تونس جزء كبير منهم انتهوا وخرجوا من التاريخ وممكن حتم بينهم سيادك معناها تشوفوا هي خطر التصوير اللي عند التوينسا اليوم عندك أنت مش عند التوينسا شوف الشارع وشوف كذا احنا أنا البارح نشوف الحدث ونشوف المواطن كذا عادي عادي أنا كتجيب ناسك معناها تلم ناسك من البلايس الكل اللي حاج انت عادي نقول لك حاجة احنا نداء شوف من تونس الكبرى شوف لي مزاك يجي ثم وقعت جمعة لفاتت الكل البارح جبهة الإلقاث حابينا ولا كرهنا طيب جيد جيد ما تقول ليش الحياة اللعبات معاش تحبنا هذيك النتائج النتائج شنوه اللي عملناه بالنداء اليوم ننجم ونعملوه بشي آخر اللي يحقق النتائج شنين نحكي على العارك اللي صار كله العارك هذيك الكل اللي صار في نتائج هذي المشكلة هذي المشكلة وكل تعدات معنا لا حدث هذي ثم إجابة كيما وقعت معني ده عون دوم يلدوس دونك بش نواصلوا الخدمة النجم وننجحوا النجم ولا أنا عندي ثقة اللي بش ننجحوا هذي ونخليه الناخب عام تسعتاش ولا عام سبعتاش في البلدي يحكم بالنتائج طبعا هو الناخب في نهاية الأمر هو هو اليحكم ولكن الطالح سري إذا بالحاج راهو كي تمشي لو تقول لتوين سا راني أنا البديل ويتبين من بعد عنك ماكش البديل فان باش اختار روش تير شنية المشكلة هذي هذي حياة سياسية الحياة السياسية مفتوحة للناس الكل للناس الكل اللي حب يقدم روحه بديل ما نمنعوهش كيما احنا كيما هو من حقنا باش نقدمه بديل قدمنا خطر اللي قام به اللي قمنا به من عام 2011 لليوم ماهوش يزاد شاي هاي الانتقال الديموقراطي صحيح في حاجات ثم فشل في حاجات اخرى عديدة ثم نجاحات مثلا ماش كان العركة متاع نيدا تونس ثم الانتخابات ثم تعديل المشهد السياسي ثم تركيز مؤسسات دستورية ولو اليوم تشهد تعطل لكن اليوم نقوله بشكل اخر نجم ونواصلوا البسيرة اللي بداها ونصلحوا المسيرة اللي بداها حزب حركة نيدا تونس شكرا جزيلا اتمنى لكم التوفيق شكرا تونس الكل التوفيق شكرا نسي لذا بالحاج عن الهيئة التسييرية لحركة دا تونس قريبش الجلسة متاع متاع فضل نزاع هذين متاع دا تونس قريب في اخر افريل في نهاية افريل شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا